تحياتي انتشرت قبل أيام خبر انه برشلونة ما ديون وعليه ديون قصيرة الأمد وديون قابلة الأمد كنت أصور هذا الفيديو من يومين ثلاثة بس بصراحة كنت شوي مريض حتى لسه السؤال موجود لكن قلت أخلينا أجل يومين خيني أشرحه بعهداوي وببساطة معظم عنديت كرة القدم في العالم عليها ديون على الورق المشكلة مش يكون عليك الديون في كرة القدم المشكلة انك ما تدفع فواتيه وعكي عن في دين مستحق بآخر الشهر بتجيك الفاتورة لازم تحول الحوال البانكية إذا اجيت تحول ما فيه فلوس في البانك هون فيه مشكلة فيapproع النادي لكن طول ما النادي قادر يدفع والمستحقات كلها بتوصل بوقتها أو ضمن تأخير وتأجيل معقول هذا طبيعي على المدى الطويل الديون اللي على المدى الطويل بالعادي الأندي اللي داخلها كبير بالنسبة لها عادي يعني زي ونايتد برشرال ريال مادريد الديون اللي على المدى الطويل مش مقلقة الديونة على المدى القصير هي المقلقة لأنها هي اللي ممكن تعطل لك سوق الانتقالات نتيجة عدم توفر السيولة هي اللي ممكن تخليك ما تعرف تفاوض لاعب عراتبو هي اللي بتخليك ممكن تبيع لاعب مضطر عشان تحصل على سيولة كل هذه الأمور بتيجي من الديون قصيرة للأمل لكن طول ما أنها دخلت كثير طول ما أنت عمره ما بيجعت عليك فاتورة الوضع طبيعي فبالتالي برشلون عليه فلوس لكوتينيا ولا غيره الموضوع عادي مدامنا مش سامعين أنه في نادي قدم بشكوة طلب فلوسه أو شركة قدمت شكوة طلبة فلوسه لهذه اللحظة الأمور طبيعية المخطط طويل الأمد زي ما حكيت طبيعي بتكون هي زي وفنتوس الانما ديون لمستقبل نتيجة الملعب هذا عادي طبيعي إذن الديون هي الجزء من حياة أنديت كرة القدم طول ما داخلها عم بزيد بشكل طبيعي خليها تدفع رواتي بها بوقتها تبني وتستثمر في الأكاديميات بشكل طبيعي اتطور أرضية الملعب وكل ما ناسب تدريبات وهذا الشعر بشكل طبيعي وتدفع فواتيرها